مشاهدين وجاءنا الآن هذا الخبر العاجل ذا أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني تبكيك أكبر عصابة لتهريب النفط في محافظة البصرة وقال سوداني في تغريدة عبر تويتر وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين وضف بعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأخرى من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة وأشار السوداني لن نتدخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة